يشهد المزارعون في سهل البقاع أوقات عصيبة والسبب أن لبنان يواجه أسوأ موجة جفاف منذ أكثر من ثمانين عاما ويتمتع لبنان بأكبر مساحة من الأراضي الزراعية نسبة لعدد السكان في الدول العربية إلا أن هذا القطاع الذي يشغل 12% من اليد العاملة لا يمثل سوى 11.7% من الناتج المحلي ويستخدم المزارعون عادة للري مياه قنوات متفرعة من مجار الأنهر أو بركا صغيرة لتجميع مياه الأمطار إلا أن نقص المياه هذه السنة يحول دون ذلك على مدى 50 عاما يدخل ابنان مياهه من الأراضي الجوفية التي شهدت تراجعا في الأوينة الأخيرة في السابق كنا نجد مياه على عمق 20 مترا أما الآن فعلينا حفر أبار بعمق 200 متر من أجل ضخ مياه لتوزيعها على المزارعين وتخسينها لباقي المدن ولا يدخل الاقتصاد في المياه في ثقافة المواطنين إجمالا إلا أن القطاع الخاص يحاول التوعية على ترشيد استهلاك المياه عبر مبادرات فردية ومن هذه المبادرات خدمة جاست ووش لغسل السيارات تنغسل السيارة بأقل من كباية مياه تقريبا بحوالي 100 مليليتر إلى 150 مليليتر بتغسل السيارة بينما بباقي الأماكن تنغسل بـ يعني الأفرج هو 150 ليتر مياه وطبيعة الحال نحن عملنا لأحمل الترشيد ضد هدر المياه اللي صاير عنا واللي هو أصلا وصلين لمرحلة مفي مياه بالبلد ولكن قد تكون هناك حاجة إلى مزيد من التدبير الجذرية وذلك بسبب تضفق أكثر من مليون لاجئ سوري إلى لبنان ما يزيد 20% من نسبة عدد السكان الإجمالي في البلاد وهذا ما يشكل مزيدا من الضغوط على مواردها المحدودة